انا اللي انا عارف المعلومة اللي عندي ان يورو تشيتش المدير الفني بتاع پيرامدز هيموت ورمضان يلعب معه مطش يوم اللي اتنين بس رمضان مش جاهز رمضان بقاله في اخر مطش لعبه من شهرين فهل بتشوف انه قرار يبقى صائب ان الرجل يلعبه يوم اللي اتنين اللي جاي؟ هو لازم يكون موجود مع الفريق ما اعتقدش ان هو هيبدأ لكن لازم اكيد هيبقى ليه دور ولازم ان يورو تشيتش يعني يستغل الدوافع بتاعت رمضان بالشكل الصح انا في رأيي ان هو لو بدأ المباراة والضغوط اللي موجودة ده ممكن يؤثر عليه بشكل كبير لكن ممكن في وقت من الوقت لو نزل يقدر ان هو يغير المطش ده المدرب بيبقى حاسس بالعيب وبيتكلم معاه وزي ما قلتلك رمضان لعيب كبير واكيد هيتم اشراكه او يعني الاتخاف برأيه في المشاركة من البداية من عدمها